شاهدين الكرام إلى ركلات الترجيح سيبدو اللاعبون أقصى ما لديهم من جهد المحافظة على الهدوء على هدوء عصابهم الآن مع تنفيذ الركلة الأولى قد تكون الركلة الأولى هي الأهم ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس يضع الكرة في المرمى بثقة كبيرة تفوق على حارس المرمى الكرة في المرمى النتيجة واحد واحد بدالي أنه متوتر جدا قبل تنفيذ الركلة لكنه تمكن من التسجيل الله ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة الركلة الثانية يا إلهي الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى لكنها لا تصل إلى المرمى يا له من سوء حب أمامهم فرصة لتعزيز التقدم الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى وركلة رائعة الدور الآن على ثالث اللاعبين أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر ضربة مذهلة فرصة حدف سيعني لهم الكثير في مباراة اليوم يتصدى لها الحارس تصدي غير عادي من حارس المرمى مباراة كبيرة لهذا الحارس الآن الدور على اللاعب الرابع هذه كرة في المرمى ثلاثة ثلاثة الأجواء نارية مشتعلة الآن سددها على اليسار روع في التنفيذ حارس في تيهاب الكرة في تيها الأخرى المغرب هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة يتقدم اللاعب السادس يلعبها لكن تعود من القائم لعبة جميلة لكنه لم يكن محبوظ ضربة ضائعة ينجح قيمة الفريق هذه كرة الأطمئنان يضعها على إعسان الحارس يا سلام تنفيذ رائع الكرة في زاوياب الحارس في الأخرى يا سلام نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء السعداء الآن حالة وقت الركلة الثامنة واللعب الثامن ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس يا لعيب لمسة كانت رائعة الحارس ذهب إلى الزاوية والكرة في الأخرى سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أملا التاسع في الترتيب يتقدم الآن يتصدى حارس المرمى للركلة تركيز رائع من حارس المرمى تصدى مدهش شناوي هو الأمل الأخير لفريقه إذا صد هذه الركلة كرة رائعة الحادية ينجح في أن يخدع الحارس يسجل هدف المغرب المغرب هل هي كرة التعادل أم الخسارة وني هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة تقدم وسددها بكل ففا هذه ركلة جزائية مذهلة المغرب عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حضوظه يا سلام نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء سعداء محمود ريزيقين يتقدم لتسجيل ركلة التوفع صحيح من الحارس كان بالإمكان أفضل من مكان المغرب عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حضوظه المغرب لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شي سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أماله ملعوبه كانت قريبة جدا من الحارس لعبها سهلة عند حارس المرمى هذه ليست ضربة جزاء ناجحة شناوي إذا صدها سيعيد الأمن لفريقه يا سلام ينجح في انقار فريقه هذه كرة الأطمانات حارس بمنتهى التركيز يمكنها ببراعة الكرة ترفض الدخول على الرغم من خداع الحارس شناوي عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شبه كرة رائعة حمل على عاتفه مهمة كبيرة وكان في المعاد والآن الدور على حمد النيني تسديده في منتها روعة في منتها القوة بدان أنه مستحيل التصدي لها المغرب عليه تسديد هذه الكرة للحفاظ على حضوظه هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة طالع حامد يتقدم لتسديد الركلة الترجحية يبدو أنه بثقة ثقة واضح عليه وكرة في مجال روعة المغرب لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء المغرب هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل يا سلام نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء السعداء أيمن أشرف عيون على حارس المرمام قبل تسجيل الركلة الله ينجح في تسجيل بسهولة كبيرة المغرب عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حضوظه كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق مصر فاز بالطريقة الأكثر دراماتيكية في الكرة على الرغم من صعوبة المباراة نجح الفريق في الانتصار في النهاية